السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالم الحيوانات كما في عالم البشر المظاهر خداع في كثير من الأحيان فخلف ملامح الجمال والرقة قد تختفي مظاهر العنف والقتل وأحيانا يكون العنف مجرد وسيلة للدفاع عن النفس من المخاطر وفي هذا الفيديو جمعنا لكم مجموعة من الحيوانات التي قد تبدو لطيفة ولكنها تخفي حقيقتها القاتلة وراء مظهرها لطيفة ولكن أعزائي المشاهدين نتمنى منكم دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل للجرس ومشاركة الفيديو مع الآخرين حينما تقع عيناك لأول مرة على هذا الحيوان قد تحسبه كائنا لطيفا وغير مؤذن لكن عزيزي المشاهد لا تنخدع في مظهره اللطيف فهو أخطر حيوان سام من بين جميع أنواع الثدية الأخرى ففي داخل فمه الصغير تختفي الصفوف من الأسنان الصغيرة الحادة والتي يستعملها اللوريس في الهجوم على فرائسه من الحشرات وعند الدفاع عن نفسه من البشر فإذا تعرض أحد الأشخاص لعدة واحدة منها فسوف يصاب بحساسية من الدرجة الثالثة والتي تعد من أخطر أنواع الحساسية مما يؤدي لفقدان الحياة يعتقد الكثير من الناس عند النظرة للمرة الأولى لهذا الأخطبوط بأنه كائن لطيف للغاية ولا يشكل أي خطر على الإنسان فإذا كان لديك ذلك الاعتقاد فأنت مخطئ تماما لأن هذا الأخطبوط الذي قد يبدو لنا جميلا باستطاعته القضاء على 26 شخصا بالغا خلال بضع دقائق فقط وعن طريق السم فإذا ما تعرض أحد الأشخاص للضغتها فإن السمها يسبب شللا تاما للعضلات مما يؤدي إلى الاختناق والوفاة ويجب إنقاذ الشخص الذي تعرض لللدغ فورا عن طريق وضع ضمادة ضغط على موقع اللدغة لمنع انتشار السم في الجسم ولكن لسوء الحظ لا يوجد ترياق لعلاج السم تتميز هذه الضفادع السام بالألوان البراقة واللامعة لتظهر بشكل جميل جدا ولكن هكذا هو الحال فالمظاهر خداعة يوجد أنواع قليلة من الضفادع السامة فدرجة الألوان تبين شدة سمية الضفدع ويعد أخطر ضفدع سام هو الضفدع الذهبي حيث يستطيع أن يفرز سما كاف للقضاء على عشرة أشخاص بجرعة واحدة وكان الهنود الحمر في السابق يستخدمون سم الضفدع الذهبي في تسميم رؤوس سهامهم هذا الحيوان لا أسنان له ولا قرون ويحمل ملامحا توحي بالغباء فهو لن يكون في نظر أي كائن مصدرا لخطر محتمل لكن في الحقيقة يملك ما هو أخطر من الأسنان والقرون إذ يمتلك مخالبا حادة جدا تلك المخالب يستعملها في الأصل للحفر في الأرض بحثا عن الطعام ولكنها قد تتحول إلى سلاح دفاعي فتاك وتكفي ضربة واحدة منها لجعل أي كائن يجرح جرحا بالغا وبالتالي قد ينزف حتى الموت سمكة النفيخة تسمى هذه السمكة بالنفيخة لما تمتاز به من قدرة على نفخ معدتها وذلك من خلال ابتلاع كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة وذلك حين تستشعر الخطر فتأخذ شكلا نفيخة وحين ننظر إليها لا نلمس منها إلا اللطفة لكننا لا نعلم أن هذه الأسماك قد تكون مميتة حتى بعد موتها قد تتساءل كيف؟ سيتضح الأمر حين تعلم أن هناك وجبة طعام شهيرة في اليابان وهي من أشهر الوجبات وأغلاها ثمنا حيث تعتمد تلك الوجبة أساسا على حساء بسمكة النفيخة والخطر الحقيقي أن هناك من يسهو عن نزع سمها قبل طهيها أو حتى هناك من لا يحسن نزع ذاك السم وصرتنا صورة هذا المخلوق عبر أفلام الكارتون التي شاهدناها في فترة الطفولة ومنذ ذلك الحين رسخت في أذهاننا صورة الكائن المضحكة ولكن لا تستخف به فربما اسمه يتحدث عنه وحين تبحث عن حقيقة هذا الكائن تعلم أنه شيطان حقيقي فعندما يكشر عن أنيابه ويشهرها فهذا يمثل خطرا حقيقيا فالعضة منه قد تودي بحياة إنسان بالغ الفيل حينما يذكر أمامنا يذكرنا بالفيل بيني الشخصية الكارتونية الطريفة والأغلبية يرى أن حجم الفيل يضاهي سذاجته لكن لا يجب أن يفوتنا أن الفيل ورغم أنه حيوان مطيع حقا في بعض الأحيان إلا أنه قد يصبح عدوانيا خاصة إذا عمل بقسوة من قبل البشر وقد كثرت الحوادث في الأوينة الأخيرة التي تتعلق بهجوم الفيلة على أشخاص حاولوا استيادها أو افتكاك صغارها منها وهذا ما يؤكد أن المظهر الساذج لا يمكن أبدا أن يغلب الرغبة في الانتقام أظنك لست بحاجة إلى أن يقال لك أن الدببة القطبية خطيرة بالنظر إلى مدى جمالهم ونعومة فروهم ومدى انطباعهم بشكل عام يمكننا أن نفهم لماذا يجازف بعض البشر بالاقتراب من الدب القطبي ليحظى بلمسه أو معانقته وذلك بسبب جماله ولكن لسوء الحظ فإن القيام بذلك قد يكون آخر شيء قد تقوم به في حياتك وبالفعل فقد تم تسجيل العشرات من الضحايا بسبب هجمات الدب القطبي ففكرة الاقتراب منها ليست جيدة إذا قلت لأحدهم أن الدلفين يعتبر خطرا علينا كبشر ربما سيسخر منك أو يعتبرك جاهلا لأن الجميع يرى تلك الحيوانات حيوانات لطيفة وظريفة لكن عزيزي المشاهد فالحقيقة العلمية صادمة حيث تقول هذه الحقيقة أن الدلفين قد تنتهج أحيانا نهجا عدوانيا خاصة تلك الفصيلة المسمات بالدلفين ذات الأنف الزجاجي وهي قد تقوم أحيانا بالقتل بدون أي سبب وجيه لذلك عزيزي المشاهد لا يجب أن يخدعك شكلها الجذاب وحركاتها الرشيقة فقد لا تتوقع ما سيأتيك منها من شر لو أنك سافرت إلى القطب الشمالي وصادفت نمر البحر أمامك ربما قد يخطر ببالك أن تعانقها أو تداعبها نظرا لما يبدو عليها من ملامح اللطفة وسمات البراءة لكنك لا تعلم عزيزي المشاهد أن مناطقا كثيرة في العالم سجلت حالات هجوم من قبل حيوان نمر البحر على بعض السياح فبمجرد أن يقترب منها إنسان يظهر حيوان نمر البحر سلوكا عدوانيا لا يتوقعه منه أحد كما أنه على عكس ما يتبادر إلى أذهاننا فهو حيوان مفترس ومن بين أفضل فرائسه طيور البطريق الجميع تقريبا معجبون بحيوان الباندا والذي تكسبه مشيته المتثاقلة وملامحه الساذجة مظهرا لطيفا لذلك يكاد يكون عند أغلبنا تجسيدا للطفة حتى أننا نحب أن نختار دم الأطفال على شكل باندا لكن في الحقيقة الباندا من أشرس الحيوانات وأكثرها أذى إذا اخترق أي حيوان آخر أو أحد من البشر منطقتها حتى ولو عن طريق الخطأ لأنها تعتبر ذلك شكلا من أشكال التهديد وقد تهجم عليك أما طائر البجعة بالنسبة لبعض الحضارات فهو رمز للحب وجزء لا يتجزأ من الخيال الرومانسي لكن هي الأخرى تؤكد في كثير من المواقف أن المظاهر خداعة وأن هذا الطائر الرومانسي قد يتحول في بعض المواقف إلى طائر شديد العدوانية خاصة إذا شعر بالتهديد ويصبح من قره أشبه بالسلاح والذي يستعمله للفتك بأعدائه ترجمة نانسي قنقر